يا صباح الورد والياسمين على احلى متابعين ازايكو يا امرات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير حطوا لي اشياء يلا بسرعة بسرعة على الفيديو يستاهل لايكوا الاشتراك والتعليم ايه دا يلوك انت لسه فاكرت شيلي زينت في الرمضان لا الفيديو دا من ضمن الفيديوهات اللي هي كانت قبل لأيدي يا بنات تمام وانا عاملالكو قبل كده جولة في الشقة وانا كنت شايلة حاجة رمضان دي اللي هي موجودة فوق الايه فوق السرير معالينا من كل دا بقى نصلي ونسلم ونبارك على الرسولنا الكريم ونقول لهم اصلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله اللهم اصلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله الروتين بتاعنا النهار دا حلو جدا وبدأت بيزة متشافين كده شلت الزينة اللي هي كانت متعلقة اللي هو الفرع ده بتاع رمضان كل سنة متطيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب وطبعا جبت فطة بقى وبدأت ان انا انفضت كده الشباك الروتين ده اقولكو كان امتى كان ليلة الوقفة بالزبط ليلة الوقفة وكنا كمان امتى كنا بعد المغرب كنت خلصت الشقة كلها وكانت وقفة على القوضة دي بس كنت مخليها لان القوضة دي دايما يعني تبقى نظيفة تبقى بسيطة فكنت بدأت بالسلطين اللي برة والمطبخ والحمام والكلام ده وسيبتي دي اخر حاجة خارج يعني كنت فرشت برة وزبطت الدنيا كلها وكانت وقفة على القوضة دي قلت بقى ان انا ابدأ ان انا اصورها كده معاكم انا برضو مصورة الفيديوهات اللي قابلي كده ومنزلها لكم طبعا مفارش بقى هاخدها طبقها وكل حاجة بقى خاصة برمضان هعينه جريت كده زي ما انت شايفين الكوميديونو بدأت ان انا اكنس من وراه وكمان هجري الشماعة زي ما انت شايفين ك هجري هانا جريتها خلاص وهكنس بقى وهامسح عشان نغير كده الايه الايه هنغير ايه انا غيرت خلاص بالفعل الفرش بتاع السرير مش مركزة انا مش مركزة خالص طبعا بدأت بعد اما الارض نشفت رجعت كل حاجة مكانها هنبدأ بقى نكنس كده الارض طبعا انا كنت كنسة قبل كده بس بقى ايه ااخد بقى من المكان ده هي كانت وقفة على الاودة بس هكنس بقى الارض وهبسحة وهفرش شايفاك يا اللي لسه ما حطتيش اشيائي اللايك فين اللايك اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو يا بنات اوعى تنسوني انا اختكو برضو حطولي اللايك كده واكتبولي تعليق محفز يحفزني كده ان انا استمر معاكم في القناة خلاص فرشت كمان واعطر بقى الاودة وكنت الحمد لله خلصت طب كده خلصت يا لوك اه الحمد لله كنت كده بقى خلصت كل حاجة اقريكو بقى شكل الاودة بعد ما ندفت الاودة بقت زي الفل وطبعا انا مسكت برضو حطت قماشة ومسحت كل حاجة في الاودة تعالوا بقى طبعا انا بقى باش عايز اطول عليكم الفيديوهات ولكن تعالوا بقى بعد ما خلصت الاودة دخلت كده ان انا استعد لحاجة بقى العيد كل سنة وانتوا طيبين الكحك ده انا عملاه معاكم وصوراه معاكم يا بنا دخلت بقى طحمته سكر وقلت بقى ايه حضاري يا لوكا يلا حكت العيد علشان جوزي بقى لما بيروح مثلا اه هيصلي الفجر ويجي يفطر بدل بقى ما بقى ساعتها اه مش فاضية او مثلا جايين من الصلاة بقى ومش قادروا الكلام ده نفتح يا دوبك كده الغطى من على الحلة دي ونطلع على طول الكحك على طول انا بحب اجهز كده وكل ما بتخلص الحلة بابدأ ان انا احطي كحك تاني في سكر وارص فيه فضي بقى معاكم الشوكولاتة والسوداني ونعمل كحك كده نغلفه بالسكر وهاخسل فاكهة كده وهارصها طبعا اه برضو اه انا كنت بعمل حاجات دي كن حوالي استعاشرة بالليل اه دي اساسيات عندي برضو لتلوقفة بعمل كده من بالليل جوزي بقى بيبقى خارج ويبقى جاي يلاقي يقول لي مسلا انا جعان مفيش كحكتين بيلاقي بقى كحكي جاهز مع كوب بيت شاي اي شوية كده وبحط له فاكهة كده يعني فانا بحب دايما ان انا جاهز بقى استقبل ايه ايا كان بقى اذا كان جوزي او ضيوفه هيجوا مسلا تاني يوم تبقى الحاجة موجودة عندي وجاهزة بدل معوضة فتح في اللي كاس وقتها وابقى مش جغولة وابقى مش فاضية لا يدوبك كده بفتح البومبونيرة واجيب منها شوية الشوكولاتة بومبونيرة التانية البومبونيرة ها واجيب شوية السوداني والحل دي كمان كده وابدأ ان انا اجيب منها وايه واجيب منها كحك بقى ورصه كده في اللي كنت ناوي اعمل غريبة يا بنات بس ما عملتش ما وفضتش بصراحة ما وفضتش خالص يعني الوقت اجيب كده مني معارفتش سيطر عليه زي ما انتو شايفين بقى كده خلاص قربت ان انا اعمل الحلان طبعا اعملاها وبغطيها خلي بالك ان بغطيها ومش الغطى الكل انت ممكن مسلا تجيبي اللي هو البيبة الابيض الشفاف ده وتغطي بيه الحل وتعملي كده فتحات ايه ايه خفيفة خلي بالك ان هو لو اتغطى كامل هيعرق السكر هيلزق في الكحكاية ولكن انا بواربو حاجة كده بسيطة بالغطى بتاعه كان عندي خلصان بقى اللي هو الغلاف اللي هو الاستريتش ده اللي انا بغلب بيه لو في اي اكل يفايد مني مسلا بغطيه كده وايه وبحطه في التلاجة اللي هو البقرة اللي بتبقى جاية بقى ايه ايه وانت جاي بقى كده جيبنا الروم من السوبر ماركت او اللانشون او الكلام ده بيبقوا مغطينها بالغلاف ده البقرة دي بتبقى عندي على طول بتنفعني بجد يعني وبتبقى حلوة وبتنفعني كمان لو انا عاملة كيكة بقى او هبعت لحد او كده وقم جاي مغلفة بيها هي حلوة جدا فالبقرة دي بتبقى عندي على طول المشكلة انها خلصت في توقيت بقى يعني ما كنتش فاضية ان انا ابعت اجيب او انزل او الكلام ده اكان ابني برضو عند الحلاق ويه بناتي كان عندي الترزي وما كانش حد معي بنات والله كنتش فاضية ان ابعت حد ونفس الوقت كان وراي شغل كتير عايزة انجز وخلص قلت بقى مش مشكلة فقلت خلاص اه كده كده حط عليها الغطى ووري بالغطى حاجة كده ايه بسيطة اتكلمنا كتير وعملت الكحك معاك وكله خلي بالك ان انا ايه طحنت السكر كويس جدا علشان يبقى الكحك حالي الكحك طالع معايا ما شاء الله يا بنات ولا اللي هو بقى اللي هو نعم كده وبيتفرفت معايا ولا الخشن لأ مظبوط بجد والله طالع معايا مظبوط ما شاء الله وطعمه طحفة كيبت كتعت قماش كده ومسحت هنا انا روحت فين اكيد روحت اجيب السوداني وروحت اجيب الشوكولات اكيد انا جايلكو دلوقتي متقلقوش حالا هيك يلا يلوك ها المهم الروتين بتاعنا النهاردة روتيم بسيط كده بما ان انا بقى صورتلكم ونزلتلكم قبل كده الفيديوهات اللي هي الروتينات اللي هي كانت قابل العيد فده كان الروتيم من الروتينات اللي هي قابل العيد يا بنات جبت السودانة وجيت انا جيت السوداني ده انا باشتريه كده جاهز معمول جاهز مش بجيبه وبحمصه مش مستهلة يعني هو بيبقى متحمص في المألة فانا بجيبه جاهز السوداني برضو بيبقى عايز يضغط على طول علشان ما يتراش منك هنا كان في حد بيتكلمني كان في مين مش فاكرة ما علينا حط بقى هنا الغطى كده وهنا برضو اغطي وابدأ هنا بقى ايه احط الشوكولاتة بتاعتي احنا مدمنين النوعين دول ما بنحبش انواعة اللي هتقول لي بقى طب انت مش جايبة جايبة نوع اللي هي الشوكولاتة الخام وجايبة ده وجايبة ده وجايبة ده لا احنا بنحب انه عندهم بس دولة بس اللي هو الشوكولاتة اللي بتبقى فيها السوداني دي والشوكولاتة اللي هي ايه بس قوة النوعين دول هما اللي بنحبه ولا لنا بقى في طوفي ولا لينا في الحاجات دي خالص احنا بنحب هم دول بس طب وضيوف يا لوكا لأ ما هم يحبوا اللي احنا بنحبوا برض انا عمتا يعني بيجي لش حدي في العيد غير بابا واخوتي هم بس اللي بيجولي ماما انا اللي بروح لها ما بكونش قادرة ان هي تيجي وخلاص الروتين بتاعنا النهاردة خلاص على وشك الانتهاء دي بقى الفاكهة هبدأ ان انا حط كده الموز وكمان كنت غسلة طفاح زي من شايفينه كده كنت بقى مطلعة من التلاجة والخوخ هبدأ ان انا ارسه علشان بقى ايه حالا جزيه يجي منبرة وابدأ ان انا احط له فاكهة احط له حاجة تبقى الحاجة جاهزة كده ويحسوا بقى ايه ان العيد خلاص الصبح واقول لكم هاسبكم بقى في رعاية الله وان شاء الله اقابلكو كده اقابلكو على خير نتقابل في فيديو جديد بإذن الله وقوة تكوني وصلت معي لغاية دلوقتي ونسيت تحطيلي اللايك ده هو اللي بيرفع لي الفيديو ويخلي القناة بتقترح خلكم معي وعازم متوسط يعلى شوية يا بنات انتم مقصرين معي كتير 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 جد انا زعلان لما شوف بقى شوف هتبقوا معي كده وهتبحثوا عن اسم قناتي كل يوم وتشوفوا الفيديو ولا لأ طب انا كنت بكشوفهم ليه بقى ليه مش فاكر معلين باي باي مع السلام